اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في مجموعة المصابقات كنت من خارطة في جمعيات وكنت دائماً كنت جاء روت بالولة في الغناء ولكن مع الوقت ما صراحة ما ركزتش على الغناء وهذا كتر ما ركزت على الدراسة ديالي وهذا وسبح الله عمرني توقعت أنه في واحد النهار غادي ندير كليب ديالي ولا نطلق أغنية ديالي الحمد لله كوش يجمع الوقت والصدفة خير من ألف مئات كما كيقولون الفكرة جيال الكليب صبح الله ما ما كانش جاء حطها فراس كاش واحد نهار قلصا واحد الصديقة جيال العائلة وقالت لي يا صوفية لماذا تديريش يعني شفنا بجموعة اليوتيوبرز داروا أغنية كده رغم أنهم ماشي يترجو في ضمي ديال الغناء وإنما يعني طلقوا أغنية ديالهم قلت لي ليش مجربيش بحكم أن انتي الدرجة تبارك الله عندك صوته كده 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 صافي دخلت لي الفكرة الراسي مشيت عند وحد صديق ديالي لقيت عنده أغنية كم بسمعت هذيك الأغنية لحن ديالها عجبني وحاجة أخرى اللي غدي نقول لكم هذيك الأغنية يعني قصتي أنا يعني بداية الأغنية احكيت فيها معاناتي وحواج ليعشتهم أنا فكتلي صافي غدي نكتب لي وفعلا ذاك الشي اللي اسمه بقنا خدامين الليها طلقنا لوتيزر وجاء يعني فالطوب وان يعني فالطندنس المغربي وحاجة كتفرح نتمنى إن شاء الله حتى الكليبيين إن شاء الله يجبون موسيقى اه طبعا يعني الكليب ماشي ماشي هي صوفيا والحيان وإنما تيتماترز كليب ديالنا بجوج ما كان غنيش فيه هنا بوحدي كين واحد الكستخي ميم نخليه مفاجأ ان شاء الله وقوالوا على الكليب ان شاء الله وغدي تعرفوا ولكن يعني بغيت نحط الأغنية باسم تيتماترز ماشي اسم صوفيا كولت ديال الكليب طبعا خدمت مع من أكبر المخرجين اللي عندنا في المغرب أمين مرتضى تبارك الله عليه اللي معروف يعني في عدة أعمال اللي هم أكبر واك واك ديال بليميرز من جموعة ديال أعمال والموزع كذلك موزع كبير تبارك الله حمزة الغازي المعروف الساح الفنية الكلمات والحان طبعا عندنا نبامهيل اللي تبارك الله حتى هو معروف يعني الأسرة دياله تبارك الله عندنا تاريخ في اللحن وفي الموسيقى العموم وكواليس يعني صبح الله ذاك شي شوفوا كما كيقولوا الحاجة اللي كتجي بالصدفة و اللي ما كتكونش نتم مبروغرامي لها كتخرج زوينة يعني حتى النهار فاش غنصوروا الكليب ما كنشو ولا على ذاك النهار ذاك شي جا خفنزر بنزا في زي جي صور الكليب صورنا والحمد لله طلع ذاك شي كتر من رائع لا ما كانت مش ولكنوا معتمش القادر شنو كايحبي صراحة معرفت ش shines مركزة على خدمتي وهي طبعا مضيفة الطيران كحاجة أولية وعندي بخوجي ديالي تابعها اليوتيوب بطاة خلا شفتراسي اللي قدر نعطي في الدومين وقدر نكون في المستوى المطلوب من قدر طبعا براند تيتمترس بروداكت اللي هي طبعا براند ديالي مسجد لهم حفظة باسميتي هي مجموعة ديال المنتجات الطبيعية اللي كتهم السيدات وكذلك الرجال تهم باش مبقاش فيهم الحال ضمك كيخصوا النساء والرجال اللي عندهم مشكلة النحافة واللي بغيين يزيدوا الوزن هذا هو اللي بخدوه ديالي ان شاء الله خدامين في بروداكت اخرين ان شاء الله اللي غادي ندخلهم موسيقى 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 اه طبعا شوفينا بعدنا شديك القاضية ديالي قزارو ماشي باللفت حاجة سميتون استفد منها انا اللولا فالناس لاحظوا لاحظوا رغم انني كنت ضد ان انو هيلو عيشوش يزيدوا في الوزن ولكن هما يعني لهم حريتهم الشخصية وهذا كانوا بغوا يزيدوا الوزن وستعملوا متجدية والناس راح شوف الغزولتا هذا كبار دليل ان اللي بخدوه ديالي الحمد لله عندهم اصداقية وما كان تحكوش على الناس اه بنسبة الاشهارات بصراحة انا يعني انصدمت من هذك الهجوم لاني يمكن المشكل ماشي هو في يعني في السعر وانما المشكلة حيث يمكن انا صاريحة كثير من القياس فلو جيت كما قلت لهم يعني طبعا هذك السوشال ميديا وما جيتش انا ولقيت مثلا حساب ديالي طالع ولكن شي واحد اللي عاوني من غير طبعا الناس المحبين ديالي والناس اللي كيبارتاجيوني واللي انا ممتنى لهم كل الامتنان ولكن ربما كان شي واحد اللي مدلية باش انني نوصل دكشي اللي واصله انا اليوم يعني قبل عام صوفيا في السوشال ميديا مكنش كاي فان لشي حد كاي متابع لشي واحد فالحمد لله في ظرف عام قدرت ندير بلاستي وقدرت الحمد لله بطريقية اليزوينا هذا اهم شي ان باش تشهر في المغرب راح سهل سهل جدا ولكن باش تشهر امامتون تبقى عندك واحد اليماج اليزوينا تعطين الناس واحد وناس من المغرب تشهر في المغرب ويقعوني يتخلق الناس ومثلات تشهر في المغرب في المغرب ودراري صغر كانت عادة صغيرة من أولادتهم وصغيرهم وصغيرهم وعادة ثلاثة سنة أصحابهم كانت عادة مع أولاداتهم من المرأة وصغيرهم وعادة فكرة الولادة كبيرة وعادة 70 عام و80 عام وكانت تفرغب فيها وعادة لذلك يجب أن يجب أن يتعرض لك وقامت بشأن الأشهار طبعاً أنا قلت للناس لأنني كان وقع واحد السؤتفهم، واحد المشكل، واحد السيدة بصراحة أغلب الناس اللي تتعاملت معهم في الإشهارات كان يعني جزت مني كان نقول حشوما كيف شو واحد مسكين كيبيع مثلاً برو دوي ديال 150 درهم ولا 200 درهم وغايجي عندك أنتي وغاضي تطلبي لي مثلاً نقولوا إحنا غير ألفين درهم كانت جيني حشوما، فأغلب نقوله 90% ديالناس اللي درتليهم الإشهار والله العظيم والله يشهده وما رأى الناس يتفرجوا في هذا اللقاء وغادي يعرفوا ما تخلصت من عندهم درهم يعني هذا الشيء هو اللي بقى فيها أنا يعني شوفت، وذاك شيء نديره يعني أجر بينه بالله ما شيء نقول للناس باش يشكروني ولا أجر عند الله هو اللي بغيت فوصلت واحد لوقيتها اللي أهرى ما يمكنش ما يمكنش كوشيات بقى يدري لي فابور حيث علاش في النهار كي يجوك عشرة الإشهارات، 15 إشهار كل شيء سوف تفقد المستقية ديالك تولي تهدري كل شيء وثانيا أنا عندي خدمتي عندي اليوتيوب عندي ما يمكنش مقام قبل الإشهارات فواحد السيدة تصلت بجاله السلام وعليكم وعليكم السلام عفاك بغيت قديل الإشهار مرحبا شوفي غادي نصفت لك أختكل وعليكم سوف نحن ملاحبا سوف تختم فابور يظهر ان اخدمي هذه الكلمة انا تماما وكثيرا لا يمكن ان اخطأ وفي البناء لا يلغطي للغاية لا يمكنك أن يكون في عينيك تحييدي ومتعهم لهم سوف يقولون عن فكر مرة أولا زوينة لا أستطيع فهمت لا يمكنك أن يضرر رأسي أو يريد أن يقول شيء 5 ألف درهم هي أقل يسرعون من الأشهارات إذا كان لديهم من الأشهارات لا يمكنهم من أحدهم سوف يكون أحدهم ومتعهم ومعرفة حرية ويسرعون الأشهارات لقد أحبتها خدمة لا تقوم بجانباره لا تجد المساعدة لقد أحبتها لقد أتوقفها لقد أقوم بكثير هذه هي خدمة لا تدرسين و تطبيق المصداقات بشكل ممتاز لا تدرسين لا تدرسين من المعرفة خدمة طريقة من وقتك بدأ على الاقل استفجي شيء والله سهلا للجامعة هذه هي حكاية لا أعرف كيف ستتلقى؟ ستتلقى اليوم ستتلقى كيف ستتلقى؟ الاستفاجة من هناك مشكلة في الروح والدربي 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 بالضبط على الهدى ستوقف وأجل بهذا يمكنك في المنطقة ولكن ان شاء الله قريب جداً سيكون لدي لقاء مع سيد وهو ادرى ادرى مزيان بالمصدر لديه الفلوس من جوني ان شاء الله سيعرفون ان شاء الله منين طبعاً لان شوفي الناس اللي تعالوني فشارة فيه هم الناس ما كيعرفونيش ولكن ما كليك يعرفوني طبعاً كان الحسد وكان الغيرة وكان انسان ما كيبغيش واحد اخر شوفوا حسن منه ولا فمحساك طنوبيل يعني تبارك الله ما شاء الله ما غاديش يدير هاج انسان كما كيقولون موظف عادي ولا فهمتش انا كنقولون انا ماشي موظفة طبعاً موظف عادي را ما يقدرش يدير ديك السيارة وليقدر بزارة الحواج اللي انا دايره وهم ما عارفين همش ولكن انا راها عندي برودوي ديالي عندي مشاريع اديالي بابا تبارك الله راهم بين الناس المعروفة في اقاجير وانا اللي كنسي المشاريع اديالي وضمت الناس ما عارفينش هاد الهضراه هاي كلها فالناس اللي كيهجموه على ذوك الناس اللي كيعيروني هما الناس اللي عارفيني متبعيني وعارفيني بلي انا عمرني ادرتي حاجة غلاط فكيني صراحة كين باقي الخير في الدنيا باقي الناس اللي كات هدر يعني بدك الشو اللي كينين وكان الناس اللي كينواع كنكونواعارفين وكيبقى ايهدروا لا يسمح ليوا لي وماتشي اللي كيني كيف أشعر في تلك الوقت؟ بصراحة في هذا الوقت الحالي كان عيش في ضغط كبير وغير مستحمل وكانت جيني فكرة كان صعيبا كتوفقي بين جوجة للا دومان أو للا ثلاثة صعيب جدا ضروري كتوفت اعطي في واحد دومان خاصة تنتظي لهذا دومان فموضيف الطيران المزبلية كان حلم وحققته الحمد لله وما كانت تضرش منه شي حاجة زمان فإلى كان شي ضغمين لنقدر نساك خيفي به هو موضيف الطيران عيش شونو هيلاء أول حاجة كان نوجه ليوم تحية وما كرتش لو كانوا حاضرين معنا في اللقاء وحاجة واحدة اللي بغيت نوصيهم هو أنهم يحطوا وكما كان نوصي قع الوليدات وقع الناس ويحطوا أهدافهم قدامهم وما يقولوش باللي را كيناش حاجة مستحيلة لأن مستحيل را ما كنش إلا ما أمنتيش بالحاجة مستحيلة عمرها تكون مستحيلة وما يبقىوش يشوفوا الناس اللي كينتقدوهم أنا كن حاول ما أمكان أني دائما دفع بيهم القدام وأنهم راهم ما كما كيقروا قفلة تسير وكلا بتنبح والله يحفظهم لي والله يطولي في عمرهم ويخلينا الوالدة تهيجا والوالد وإن شاء الله يكبرتهم ونشوفهم محققين كتر من ذاك شي اللي محققها أختهم وأنا بالنسبة لهم را قدوة كيعتبروني قدوة فكنتمنى إن شاء الله نكون قدوة بزيانة لهم يا ربي أمين وخانا كنقول لهم خدوا بيا في شي حويج وشي حويج لا لأن كما كتعرفي إنسان نراها طبعا ما كيناش تشحاجة في الدنيا كاملة ولكن الحمد لله في خصل وفي حوجة زوين اللي كنتمنى أنهم يخدوني قدوة فيها موسيقى عمليات تجميلة ما نقدرش نعتبر عمليات تجميلة وإنما هما دي غوتوش وخانا بصراحة كما كان في الكاميرا ماشي هو كما كان في الواقع وما عشتني شي براسك تكوني كاميرا كان من العلاقة حيث وجي ماشي فوتوجينيك فالحويج اللي درس كنت درت الفلغ الفمي وكن درت بوتوكس ديال التجايد كلمة آخرة كنت شكر ليلة مولاتي على الضيافة وعلى الانترفيو الجميل وتشرفت وفرحانة أنني صورت معكم اليوم وإن شاء الله نعود نصور معكم وراء إن شاء الله الكليب لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال ليلة مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر